النهاردة 25 يناير كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة عيد الشرطة المصرية عيد الشرطة المصرية السبعين رقم سبعين بأن سبعين سنة بنحتفل بيوم 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية عيد البوليس المصري عيد الأمن المصري عيد المؤسسة الأمنية المصرية ومن ثم عيد كل المصريين فكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين من سبعين سنة زي النهاردة كان هناك في مدينة الإسماعيلية الباسلة هناك قوة من رجال الشرطة المصرية يوم 25 أبريل يوم 25 نناير تم حصارها في مبنى محافظة الإسماعيلية وجرى في هذا اليوم تصطير ملحمة حقيقية ملحمة من رجال الشرطة المصرية اللي كانوا محاصرين من قوات الاحتلال البريطاني اللي مجهزين بعرد وبعتاد وبتدريب وبقوة وبفارق قوة لكن أبى رجال الشرطة المصرية الاستسلام قالوا نموت ولا نستسلم ولم يتركوا مبنى المحافظة ولم يتركوا أسلحتهم ويراهنوا على الناصر مؤمنين أن دماغهم أرخص من أنهم يضحوا بعلم بلادهم ويضحوا بنقطة طراب من بلادهم واختاروا الموت على الحياة واختاروا الموت على الاستسلام هم دول رجال الشرطة المصريين هم دول اللي سطروا تاريخ من سبعين سنة حتى هذه اللحظة جيل بيسلم جيل جيل بيسلم الراية لجيل جيل بيسلم الأمل لجيل النهاردة بعد مرور سبعين سنة على هذه الواقعة على هذه الموقعة على هذه الملحمة ما زلنا نحتفل والاحتفالات ستتواصل بنحتفل بذكرى طيبة ذكرى فيها نوع من التضحية النادر فيها نوع من الوفاء النادر والنهاردة بقول نقرأ الفتحة على أرواح كل الشهداء كل الشهداء الوطن منذ عارفة البشرية معنى الدولة وحتى الآن اللي ضحى في الإسماعيلية واللي ضحى في سيناء واللي ضحى في كل نقطة أرض في مصر منذ التاريخ وفجر التاريخ وحتى الآن يستحق ان احنا نرفع القباح ترامن ونقرأ الفتحة على أرواحها أولئي الشهداء الشهداء بيسلموا شهداء بيسلموا شهداء لتبقى الراية مرفقعة ويبقى اسم مصر عاليا وطبقى الدولة المصرية الدولة المصرية لم تتغير حدودها ربما هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عرفت منذ التاريخ بهذه الحدود دولة فيها بحر في الشمال فيها بحر في الشرق دولة فيها نيل في الوسط هذه الدولة المصرية حدودها معروفة لم تتغير تتسع قليلا تنكمش قليلا لكنها لم تختفي أبدا الدولة المصرية من الدول الأولى في العالم أو القليلة في العالم اللي حدودها لم تتغير ولم يتغير اسم مصر بالتالي احنا من فجر التاريخ وحتى هذه اللحظة علينا أن نفتخر احنا مش دولة أصو لازم احنا مش دولة مصنوعة احنا مش دولة وظيفية احنا مش دولة هامشية احنا مش دولة بتروح وتيجي احنا دولة راسخة رسوخ التاريخ باقية بقاء البشرية لذلك على كل شعب مصر انه هو يفتخر بهذا ويعي هذا ويعرف هذا انت يا مصري دولتك دولة تشرف تاريخك مدعه للفخر فخر الحقيقي مش المزيف عندنا زعمات كانت ومزالت الارض بتنتج قامات وهمات احنا عندنا قدوات كثيرة في كل المجالات اللي ما يعرفش مصر لازم يقرى ويعرف ويرجع يقرى التاريخ ينظر في كل مكان هيعرف انه حدث فيه ملحمة اما كانتش النهاردة مبارح اول سنة اللي فاتت القرن الماضي من مئة سنة من الف سنة من سبعة تلاف سنة هتجد ان هذه الارض وطأتها اخدام المصريين في كل مكان انا بقول هذا الكلام بمناسبة عيد عيد من العياد الوطنية هو عيد الشرطة عيد الامن انا بقول وقلت مبارح ان عندنا سلعتين من اغلى السلع اغلى السلع الموجودة في العالم في التاريخ في الكون في البشرية الامن والامان الامان ده شعور شعور اذا لم يتوافر البشرية كل بني الانسان لو دورت عند كل اهدافك تجد في الاخر الامان انت عايز تبقى تشتغل كويس عايز تترقى عايز تزيد عايز تبقى كذا عشان في الاخر تحقق هذه السلعة لالامان الامان لا يتحقق هكذا منفردة الامان محتاج مؤسسات مؤسسة الامان في مصر مؤسسة متشعبة ما بين القوات المسلحة تحفظ الجيوب وتحفظ الفغور وتحفظ الحدود ومؤسسة الامن اللي بتحاول تصنع امن الناس لو غاب الامن والامان حدث عن كل المبقات حتى في القرآن فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وامنهم من خوف الامن والامن هو الاساس لذلك لا يسعني الا ان اقول لرجال الامن في مصر كل سنة وانتم طيبون كل سنة وانتم بخير كل سنة ومؤسستنا مؤسسة الامن المصري شرطة المصرية بخير على مر التاريخ كانت بطولتكم ناصعة وكانت اعملكم وتطحياتكم واصلة الى قلوب كل المصريين حتى هذه اللحظة من يومين كنا بحضور السيد الرئيس في احتفال الشرطة المصرية بعيد الشرطة بعيد غالي علينا كلنا وشفنا تطحيات الاباء وتطحيات الجنود تطحيات الضباط شفنا كلمات بترمم الروح شفنا دموع الاطفال على ابائهم شفنا كلمات الامهات وكلمات الزوجات اللي فقدنا العائل وفقدنا رب الاسرة اللي كان ضابط وكان مجند وكان مساعد وكان وكان دول كلهم ضحوا علشان هذا البلد دول كلهم ضحوا علشان هذا الوطن فبالتالي احنا كلنا لازم نقول للناس كل سنة وانتم طيبين النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيزي في تغريدة قال سهزل يوم الخامس والعشرين من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الاسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من اجل الوطن مهما كانت الصعوبات وهي الروح التي استلهمها ابطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا ارواحهم لتخلص الوطن من افة الارهاب وفتحوا بدمائهم الطريق امام التنمية والعيش الكريم لابناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير انني اذ اهن كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير ادعو الجميع لاستنهاج واستنهاج الهمم من اجل مستقبل افضل تستحقه مصر ايضا سيد انتصار السيسي قالت نحتفل نحتفل اليوم بالعيد السابعين للشرطة المصرية وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة الذين يؤكدون دوما ان الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية انني احيي كل امهات الشهداء الابطال الذين قدموا عن طيب خاطر ابناءهم الابطال فداء لمصر وشعبها فلولا تضحياتهن ما وصلنا الى بر الامان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة ده كان تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيدة انتصار السيسي بمناسبة عيد الشرطة لا املك الا ان احيي كل رجال الشرطة في مصر دون مسئة اثمان الجميع على قلب رجل واحد من اجل رفع اسم مصر وتحقيق الامن والامان في مصر خلال هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر